في هذا المكان من مستشفى الهادف ليسيا المعروف بمستشفى القطار بالعاصمة تم تخصيص جناح لاستقبال أي حالة فيروس كورونا قد تشجل بالجزائر إجراءات استثنائية رصدت للعملية بداية من فحوصات أولية تمس المعنيين ثم قياس درجة حرارتهم بهذا الجهاز المتحصل عليه مؤخرا والذي يقي استراجة حرارة المريض عن بعده قبل الخضوع إلى لقاحات مضادة للفيروس بخصوص الإجراءات المتخدمة في مستشفى القطار كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة القانونية الصحية رهيمة وفرا فيه حجرة للفحص الأولي للحالات المحتملة ولكن كان في حالة محتملة وما فيه حالة محتملة لحد الساعة في حالة أي اشتباه إصابة بالفيروس يوجه مباشرة المريض إلى جناح الحجر السحي هذا الدخول إليه لا يكون إلا بكلمة سر يعرفها الطبيب المتخصص فقط وبعد إلباس المريض بذلة ذات استعمال واحد يعزل في هذه الغرفة إلى أن تنتهي فطرة علاجه هناك مصلحة تعزل خاصة بالحالات المحتملة هذه أولا مصلحة تعزل للحالات المحتملة في طباء اختصاصيين طباء عامون تاقم كامل والاختصاصيين في الأمراض المعدية والمتنقلة الشبه الطبي أيضا متخصص في مثل هكذا حالات وعندما نقول للقطار هي معركة مستينات مدرسة القطار من الستينات مع الأمراض المعدية والمتنقلة ولا يوم كان فيه مشكلة في القطار بالنسبة للتكفل بهكذا حالات هي إجراءات تتخذها المصالح الطبية قبيل إجراء 36 جزائريا من مدينة وهان الصينية 14 يوما من الحجر السحية هي الفطرة التي سيمكثها هؤلاء هنا كخطوات احترازية